آخر حاجة عايزة أقولها النهاردة سؤال بيقول ممكن أعرف أضرار ويعني حاجة معينة إحنا يعني غطناها لأنها كتبة لإسم التجاري هي بتتكلم على النودلز اللي هي بتتبع دلوقتي في كل حتة في الأكشاك وفي المحلات وكده اللي هي اللي تتحط اللي تبقى لزقة في بعضها دي اللي عاملة زي الشعرية دي هذا النوع من الطعام بشكل عام بغض النظر عن اسمه خلينا نقول إنه هو الشعرية اللي تبقى لزقة في بعضها اللي هي سريعة التحضير تمام وبتبقى بنكهات مختلفة وفي أوقات كتيرة بيبقى معاها كيس داخلي كمان خاص بالتوابل ونكهات بتاعتها أنا عايز أقول لكم دلوقتي الأضرار بقى بتاعتها تمام الموضوع ده منتشر يعني النوع ده من الغذاء منتشر في بلاد كتيرة جدا من العالم بس العلم بيؤكد لنا أضراره يعني أضرار النوع ده من الغذاء أول الأضرار نقص العناصر الغذائية المهمة زي البروتينات والمعادن والألياف الطبيعية في خطورة برضو لأن فيها مواد حفظة كتير النكهات الصناعية دي خطر على الكبد والكلة ونخاع العزام بتؤدي لارتفاع ضغط الدم واضطراب وظائف الكلى لكثرة محتوى السوديوم فيها ومادة الجلوتاميت وحادي السوديوم اللي موجودة فيها برضو بتسبب ضعف الزاكرة ونقص التركيز خلوا بالك وقال إن ده غذاء شائع جدا عند طلبة المدارس تمام وبتعمل برضو النوع ده من الغذاء يعني بيعمل مشاكل في الهضم وبيعمل صداع وبيرفع الكوليستيرول الدار في الدم وبيأثر على وظائف الكبد عن طريق المادة اللاسقة اللي بتلزق بقى للحاجات دي في بعضها وطبعا بتؤدي إلى زيادة الوزن عند الأطفال الأكلة دي اخترعت على فكرة في اليابان لكن ازدهرت وانتشرت بشكل كبير جدا في أندونيسيا ولكن الغريب إن أكبر مصنعيها ومصدريها في الوقت الحالي لأماكن كتيرة من العالم هي دولة نيجيريا فأنا بنصحكم وأرجوكم انتوا وعوا أطفالكم تجاه المخاطر الخاصة بهذا النوع من الأطعمة اشتركوا في القناة